صراع مصالح ونفوذ تدور رحاه في العديد من دول المنطقة بين إسرائيل وإيران تتصاعد حدته تبعا لمقتضيات المرحلة وطبيعة إدارة الملفات المتقاطعة بين الطرفين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في سياستها المتحدية وذلك بعد أيام من تصريحات مماثلة قال فيها إن طهران لن تفلت من العقاب على التحريض على الهجمات من خلال وكلائها إثر اغتيال العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدائي وتتهم إسرائيل خدائي بالتخطيط لشن هجمات ضد مصالحها قبل أن يلقى مصرعه برصاص مسلحين في طهران حيث تكرر هذا الأسلوب في عمليات اغتيال سابقة استهدفت بالأساس علماء الطاقة النووية وأشهرهم محسن فخر زادة وألقي باللوم فيها بشكل كبير على جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بحسب رؤيتارز في الوقت ذاته تتواصل عمليات القصف التي تطال مقرات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في سوريا يشنها الطيران الإسرائيلي دون أن يعلن عن ذلك في الغالب وفي جانب آخر من الصراع ومع انعقاد الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت إسرائيل أنها قدمت معلومات بشأن نشاط إيران النووي لإدانتها بالمجلس وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قام بزيارة خاطفة لإسرائيل يوم الجمعة الماضي على خلفية شكوى إسرائيلية ضد إيران وأجرى محادثات مع بنيت الذي أبلغه أن إسرائيل ستعمل ضد إيران من أجل كبح برنامجها النووي إذا أخفق المجتمع الدولي في ذلك بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن من يدفع باتجاه قرار ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون مسؤولا عن العواقب لتأكس عمليات الاغتيال والهجمات الكلامية المتبادلة بين الطرفين رغبة كل منهما في فرض أجندته على المنطقة بما يملكه من أدوات ووكلاء